ألقى رئيس صاني شي جينبين خطبا رئيسا خلال حفل افتتاح قمة الفوكاك حيث اقترح الارتقاء بالعلاقة مع جميع الدول الأفريقية التي تربطها علاقة ديبلوماسية مع صين إلى مستوى شركة استراتيجية كما اقترح الارتقاء بالعلاقة الصانية الأفريقية ككل إلى مستوى مجتمع صاني أفريقي من أجل مستقبل مشترك في كل الأجواء في العصر الجديد الرئيس باسيرو ديومايفاي المحترم الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المحترم رؤساء الدول والحكومات والوفود المحترمون أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو جوتريش المحترم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسفقي محمد المحترم أيها الأصدقاء وذيوف الكرام يقول مثل صيني أن الزهور في الربيع تتحول إلى الثمار في الخريف والحصاد الوافر هو بمثابة مكافأة للعمل الجاد ففي موسم الحصاد هذا يسعدني أن أجتمع مع الأصدقاء القدامى والجدد في بيجين للتباحث حول سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين الصين وإفريقيا في العصر الجديد قبل كل شيء يتيب لي أن أتقدم لكم نيابة عن الصين حكومة وشعبا بالترحيب الحار تتجاوز الصداقة الصينية الإفريقية المكان والزمان والمسافة الجغرافية وتتوارث جيلا بعد جيل تم تأسيسه منتد التعاون الصيني الإفريقي في عام 2000 الأمر الذي يكتسب أهمية بالغة كما علم في تاريخ تطور العلاقات الصينية الإفريقية على مدى 24 عاما وخاصة بعد الدخول في العصر الجديد يتقدم الشعب الصيني مع الإخوة والأخوات الأفارقة يدم بيد إلى الأمام التزاما بمفهوم الشفافية والعملية والحميمية والصدق ندافع كتفا بكتف ويدا بيد وبكل ثبات عن حقوقنا ومصالحنا المشروعة في ظل التغيرات التي لم يشهدها العالم منذ مئة سنة ونعمل على تقويد قدراتنا في طيار العولم الاقتصادية مما جعل مليارات نسمة من أبناء الشعب الصيني والشعوب الإفريقية يستفيدون من ثمار التنمية ونكافح ونتقاسم السراء والذراء في وجه الكوارث والأوبئة الخطيرة مما كتب قصصا مثيرة حول الصداقة الصينية الإفريقية ونتبادل دوما الفهمة والدعم مما نصب نموذجا لنوع جديد من العلاقات الدولية تمر العلاقات الصينية الإفريقية بأفضل مراحلها في التاريخ بعدما يقرب من سبع عقود من الجهود استشرافاً للمستقبل اقترح أن نرتقي بالعلاقات الثنائية بين الصين وجميع الدول الإفريقية التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية نرتقي بالعلاقات الصينية الإفريقية ككل إلى مستوى المجتمع الصيني الإفريقي للمستقبل المشترك في كل الأجواء في العصر الجديد أيها الأصدقاء والذيوف الكرام إن تحقيق التحديث حق غير قابل للتصرف لكافة دول العالم كانت عملية التحديث في الدول الغربية قد تركت معاناة شديدة على الدول النامية الغفيرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حققت الصين والدول الإفريقية وما تمثله من دول العالم الثالث الاستقلال والتنمية على التوالي وهي بذل جهوداً متواصلة في تصحيح الظلم التاريخي في عملية التحديث تعمل جمهورية الصين الشعبية حالياً التي ستحتفل قريباً بالذكرى السنوية 75 لتأسيسها على دفع القضية العظيمة المتمثلة في بناء دولة قوية وتحقيق نهضة الأمة على نحو شامل من غلال التحديث الصيني النمط بعزيمة لا تتزعزع تمر إفريقيا من جنيبها لصحوة جديدة وتتقدم بخطوات ثابتة نحو هدف التحديث الذي تم تحديده في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي إن السعي المشترك للصين وإفريقيا وراء حلم التحديث لا أمر سيثير موجة التحديث في دول الجنوب العالمي ويسجل صفحة جديدة لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية بكل التأكيد علينا أن نعمل سويا على دفع التحديث الذي يتسم بالعدالة والإنصاف يتطلب تعزيز بناء التحديث الوطني الالتزام بالقواعد العامة للتحديث والشيء الأهم من ذلك هو التماشي مع الظروف الوطنية يحرص الجانب الصيني على تعزيز تبادل الخبرات مع الجانب الإفريقي في مجال الحوكمة ودعم الدول الإفريقية لاستكشاف طرق تحديث تناسب مع ظروفها الوطنية بما يضمن المساواة بين دول العالم من حيث الحقوق والفرص علينا أن نعمل سويا على دفع التحديث الذي يتسم بالانفتاح والنفع للجميع نظرا لأن التعاون المتبادل المنفعة يعتبر طريقا مستقيما يتفق مع المصالح الجوهرية والطويلة المدى لكافة الدول فيحرص الجانب الصيني على تعميق التعاون مع الجانب الإفريقي في مجالات الصناعة والزراعة والبنية التحتية والتجارة والأسثمار ونصب نموذج للتعاون في بناء الحزام والطريق بجودة عالية وبذل جهود مشتركة لوضع قدوة لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية علينا أن نعمل سويا على دفع التحديث الذي يضع الشعب فوق كل الاعتبارات نظرا لأن تحقيق التنمية الحرة والشاملة للإنسان هو الهدف النهائي للتحديث فيحرص الجانب الصيني على إجراء التعاون مع الجانب الإفريقي بنشاط في مجالات تأهيل الأكفاء والحد من الفقر ودعم التوظيف وزيادة شعور الشعوب بالكسب والسعادة والأمان في عملية التحديث وبذل جهود مشتركة لجعل التحديث يعود بنفعه على كافة الشعوب علينا أن نعمل سويا على دفع التحديث الذي يتسم بالتنوع والشموع نظرا لأن تحقيق التنمية المتناسقة بين الحضارة المادية والحضارة الروحية يعد المساعي السامية للتحديث فيحرص الجانب الصيني على تكثيف التواصل الشعبي والثقافي مع الجانب الإفريقي والدعوة إلى الاحترام المتبادل والتسامح والتعايش بين مختلف الحضارات في عملية التحديث وبذل جهود مشتركة للدفع بتحقيق مزيد من النتائج المثمرة في إطار مبادرة الحضارة العالمية علينا أن نعمل سويا على دفع التحديث الصديق للبيئة نظرا لأن تنمية الخضرات تعد علامة مميزة للتحديث في العصر الجديد فيحرص الجانب الصيني على مساعدة الجانب الإفريقي في تكوين محرك النمو الأخضر وتقليص فجمة الوصول إلى الطاقة والتمسك بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة ودفع التحول الأخضر والمنخفض الكربون في العالم بشكل مشترك علينا أن نعمل سويا على دفع التحديث الذي يتسم بالسلام والأمن نظرا لأن التحديث لا يستغني عن بيئة تنمية سلمية ومستقرة فيحرص الجانب الصيني على مساعدة إفريقيا في رفع قدرتها على سيانة السلام والاستقرار بإرادتها المستقلة والتفعي بتطبيق مبادرة الأمن العالمي في إفريقيا قبل غيرها وتعزيز التفاعل الإيجابي بين التنمية العالية الجودة والأمن العالي المستوى والحفاظ على السلام والاستقرار في العالم بشكل مشترك أيها الأصدقاء وضيوف الكرام لا تحديث للعالم بدون تحديث للصين وإفريقيا التي تضمان ثلث السكان في العالم في السنوات الثلاثة المقبلة أن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع الجانب الإفريقي على تنفيذ أعمال الشراكة العشرة بين الصين وإفريقيا لدفع التحديث وتعميق التعاون الصيني الإفريقي وقهادة عمالية التحديث للجنوب العالمي أولاً عمل الشراكة للاستفادة المتبادلة بين الحضارات يحرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب الإفريقي على بناء منصة صينية إفريقية لتبادل الخبرات حول الحوكمة وإنشاء شبكة معارف التنمية للصين وإفريقيا و25 مركزاً صينياً إفريقياً للدراسات وتأهيل الأكفاء في مجال الحوكمة استناداً إلى أكاديمية القيادة الإفريقية ودعو ألف شخصية حزبية في إفريقيا لزيارة الصين من أجل تعميق تبادل الخبرات حول حوكمة الحزب والدولة بين الجانبين ثانياً عمل الشراكة للإزدهار التجاري إن الصين مستعدة لأن تبادل إلى توسيع إنفتاح السوق بشكل أحادي الجانب من خلال قرارها بمنح جميع الدول الأقل نمواً التي لها علاقات دبلغاسية مع الصين بما فيها 33 دولة إفريقية معاملة صفر تعريفة جمهوركية على 100% من المنتجات الخاضعة للضريبة المستوردة منها وذلك يجعل الصين أول بلد نام كبير واقتصاد رئيسي في العالم يتبق هذا الإجراء ويجعل السوق الصيني الضخم فرصة واعدة لإفريقيا هذا بالإضافة إلى توسيع نفاذ المنتجات الزراعية الإفريقية وتحميق التعاون في مجال التجارة الإلكترونية وتنفيذ البرنامج الصيني الإفريقي لترقية الجودة إن الجانب الصيني على استعداداً للتشاور مع الجانب الإفريقي للتوقيع على الاتفاقية الإطارية للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة مما يقدم ضماناً مؤسسياً طويل المدى ومستقراً وقابلاً للتنبؤ للتجارة والاستثمار بين الصيني وإفريقيا ثالثاً عمل الشراكة للتعاون في سلاسل الصناعة يحوص الجانب الصيني على تكوين دائرة النمو للتعاون الصناعي مع الجانب الإفريقي والعمل على بناء المنطقة الرائدة للتعاون الاقتصادي والتجاري المعمق بين الصين والدول الإفريقية وإطلاق برنامج تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة الإفريقية سيعمل الجانب الصيني مع الجانب الإفريقي على إنشاء المركز الصيني الإفريقي للتعاون في التكنولوجيا الرقمية وبناء عشرين مشروعاً رقمياً نموذجياً من أجل مواكبة جولة جديدة من الثورة التكنولوجية والتحاول الصناعي بشكل مشترك رابعاً عمل الشراكة للترابط والتواصل يحرص الجانب الصيني على تنفيذ ثلاثين مشروعاً للترابط البنية التحتية في إفريقيا والعمل مع الجانب الإفريقي سوياً على تعزيز التعاون في بناء الحزام والطريق بجودة عالية وبناء شبكة الترابط والتواصل الصيني الإفريقية التي تتميز بالتفاعل براً وبحراً والتنمية المتناسقة إن الجانب الصيني على استعداد لتقديم المساعدة لبناء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتعميق التعاون اللوجستي والمالي بما يساعد إفريقيا على التنمية العابرة للأقاليم خامساً عمل الشراكة للتعاون الإنمائي يحرص الجانب الصيني على إصدار بياناً مشترك مع الجانب الإفريقي حول تعميق التعاون في إطار مبادرة التنمية العالمية وتنفيذ ألف مشروع صغير وزميل في مجال معيشة الشعب وضخي رأس المال في صندوق الشراكة بين الصيني والبنك الدولي بغية المساهمة في التنمية الإفريقية يدعم الجانب الصيني إقامة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2026 وكأس الأمم الإفريقية عام 2027 بما يجعل الشعب الصيني والشعوب الإفريقية تستفيد من ثمار التنمية بصورة أفضل سادساً عمل الشراكة في مجال الصحة يحصل الجانب الصيني على إنشاء رابطة المستشفيات الصينية الإفريقية وإنشاء مراكزة طبية مشتركة بالتعاون مع الجانب الأفريقي سيوصل الجانب الصيني فرقاً طبية إلى إفريقيا وعدد أعضائها ألف فرد وينفذ عشرين مشروعاً يتعلق بالطب والصحة ومكافحة المالاريا ويدفع الشركات الصينية للاستثمار في إنتاج الأدوية ويواصل تقديم المساعدة بقدر المستطاع لإفريقيا على مواجهة الأوبئة القائمة ويدعم بناء المركز الإفريقي للوقاية وسيطرة على الأمراض بما يرفع قدرة الدول الإفريقية في مجال الصحة العامة سابعاً عمل الشراكة للنهوض بالزراعة وخدمة الشعب سيقدم الجانب الصيني مساعدات غذائية عاجلة لإفريقيا بقيمة مليار ريان صيني ويبني منطقة نموذجية معيارية للزراعة بمساحة 100 ألف مو ويرسل 500 خبير زراعي وينشأ الرابط الصيني الإفريقي للابتكار التكنولوجي في مجال الزراعة وينفذ 500 مشروع للأغراض غير الربحية ويشجع الشركات الصينية والإفريقية على تبادل الاستثمار وريادة الأعمال لدى الجانب الآخر من أجل إبقاء القيمة المضافة للصناعات في إفريقيا وخلق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل لإفريقيا ثامناً عمل الشراكة للتواصل الشعبي والثقافي يحرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب الأفريقي على دافع برنامج التعليم المهني مستقبل إفريقيا على نحو المعمق والتعاون في بناء معهد الهندسة والتكنولوجيا وإنشاء عشرة ورشات لوبان وتقديم 60 ألف فرصة دراسية متاحة للنساء والشباب الأفارقة بشكل رئيسي تنفيذ برنامج طريق الحرير الثقافي وبرنامج التعاون الابتكاري في الإذاعة والتلفزيون والإعلام المرئي والمسموع كما قرر الجانبان أن يكون عام 2026 عام التواصل الشعبي والثقافي بين الصين وإفريقيا تاسعاً عمل الشراكة للتنمية الخضراء يحلص الجانب الصيني على تنفيذ 30 مشروعاً للتاقة النظيفة في إفريقيا وإنشاء منصات للإنظار المبكر عن الحالة الجوية وإجراء التعاون في الوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة منها وحماية التنوع البيولوجي وإنشاء المنتدى الصيني الإفريقي للاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية والتعاون في إنشاء 30 مختبراً مشتركاً وإجراء التعاون في مجالات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية واستكشاف القمر والفضاء العمي لما يساعد إفريقيا على تحقيق التنمية الخضراء عاشراً عمل الشراكة لتحقيق الأمن يحلص الجانب الصيني على إقامة علاقات الشراكة مع الجانب الإفريقي بشأن تنفيذ مبادرة الأمن العالمي وبناء مناطق التعاون النموذجية للمبادرة وتقديم مساعدات عسكرية بدون مقابل إلى الجانب الإفريقي بقيمة مليار ريان صيني وتأهيل ستة ألاف كفة من صفوف الجيش والفرد إنفاذ قانون من صفوف الشرطة لصالح الجانب الإفريقي ودعوة 500 ضابط عسكري شاب لزيارة الصين وتنظيم مناورات وتدريبات مشتركة ورحلات بحرية مشتركة بين الجيش الصيني والجيوش الإفريقية وتنفيذ برنامج مساعدة إفريقيا على تخلص من مخاطر الألغام والعمل سويا على حماية سلامة المشاريع وأفرادها من أجل دفع تنفيذ أعمال الشراك العشر تحرص الحكومة الصينية على تقديم 360 مليار ريان صيني من الدعم المالي في السنوات الثلاثة المقبلة بما فيها خط الاتمان بقيمة 210 مليار ريان صيني و80 مليار ريان صيني من مختلف الأنواع من المساعدات ودفع الشركات الصينية باستثمار ما لا يقل عن 70 مليار ريان صيني في إفريقيا كما سيشجع ويدعم الجانب الصيني الجانب الإفريقي لإصدار سندات الباندا في الصين بما يقدم دعما قويا للتعاون العملي بين الصين وإفريقيا في شتى المجالات أيها الأصدقاء والضيوف الكرام وضعت الدورة الكاملة الثالثة لللجنة المركزية العشرين للحزب الشوعية الصيني التي عقدت بنجاح في يوليو الماضي تخطيطات منهجية بشأن مواصلة تعميق الإصلاح على النحو الشامل ودفع التحديث الصيني النمط وذلك سيواصل تغيير الصين على النحو المعمق كما أنه سيوفر فرصا جديدة ويذخ ديناميكية جديدة للدول الإفريقية والمساعي الصينية الإفريقية المشتركة وراء حلم التحديث يقول مثلا إفريقي أن الأصدقاء الحقيقيين هم الذين يسيرون على نفس الطريق لا يجوز أن يغيب أحد أو نترك بلد خلف الركب في طريق التحديث لنحشد القوى الضخمة لأبناء الشعب الصيني والشعوب الإفريقية البالغ عددهم أكثر من 2.8 مليار نسمة ونسير يدا بيد على مسيرة التحديث ونقدم مساهمة في تحديث الجنوب العالمي من خلال تحقيق التحديث في الصين وأفريقيا ونرسم صورة جديدة في تاريخ تطور البشرية ونعمل سويا على دفع العالم نحو أفق مشرق من السلام والأمن والإزدهار والتقدم شكرا شكرا شكرا